بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند على برقة الله الأهلي بكرة هيسافر إلى النمسا استعداداً لخد معسقر إعدادي بشكل جيد استعداداً للمسم الجديد معسقر وبداية التدريبات والاستعدادات لمسم قوي وشاق وصعب جداً خلال الفترة اللي جاية ولكن بدءاً من الغد وتحديداً صباح يوم الاثنين صفر الفريق إلى إحدى المقاطعات القريبة من العاصمة النمساوية فيينا لخد معسقر إعداد وإقامة أكتر من مباراة ودية استعداداً للمسم الجديد فترة صعبة وبداية قوية ولكن مرسل كولر محدد خطواته خلال الفترة اللي جاية يرجع من المعسقر هيكون عنده أيام قليلة جداً على الاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي وإن شاء الله بإذن الله يكون معسقر جيد جداً في ظل للأسف بعض الإصابات اللي حصلت فيه بداية عودة الفريق ولكن إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هيكون كل الفريق وكل اللعبين جاهزين أو للفترة اللي جاية عشان يستعدوا للمباراة والبطولات القادمة خلاص العجلة دارت تحديد البطولات اتعارف بشكل رسمي وتحديداً البطولات القرية والدولية وكمان قرأة السوبر ليج النهاردة عندنا تفاصيل مهمة جداً لأن عندنا انفراد متعلق بقرأة السوبر ليج اللي تحدد لها رسمياً بإذن الله يوم السبت المقبل يوم 2-9 حلقة فيها كواليس وتفاصيل وكالعادة كل يوم بنطلع معاكم من خلال شاشة قناة الأهل بيكون معنا في التريند كل الكواليس وكل المستجدات ولكن نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة اليوم بمناسبة تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الأهل والتحاد العاصمة الجزائري هايز عرف من وجهة نظركم ما هي أقوى مباراة سوبر إفريقي لعبها الأهلي تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة أستعرض وجهة نظركم وأقوى مباراة سوبر لعبها الأهلي خلال مشاركاته في السنوات السابقة لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في تريند الأهلي تضاقل فرص لحاق السولية بالسوبر الإفريقي وكمان كاف يقرر إقامة قرعة الدول الأفريقي السبت المقبل وفي تريند العالمي اتحاد جد يرفع عرضه لضم صلاح إلى 150 مليون أورو موضوع صلاح يمكن حديث الساعة في الصحف وكل وكالات الأنباء العالمية مش بتكلم بس على الصحف السعودية أو البرامج في السعودية ولكن كمان كل مواقع وكل وكالات الأنباء بتتكلم على الخطوات المنتظر اتخاذها خلال الساعات اللي جاية السوشال ميديا تتكلم على انتقال صلاح لليفربول مش عارف يعني كل يوم دايما بحس أنه فيه مستجدات والوضع لسه مش واضح في الظل أنه أصلا نادي ليفربول بينفي أن يكون عنده عرض رسمي ولكن أعتقد مساء اليوم هيكون فيه خطوات قد تعلن بشكل رسمي بشأن محمد صلاح ونسبة انتقاله في بعض الأحيان بتزيد إلى 60-70% رغم الإسبوع اللي فات واللي قبله كانت لاتة تخطى لـ 40-50% عموماً أنا أنتظر ونشوف إلا يحصل فيه الساعات اللي جاية طيب مباراة اليوم واستكمال مباراة الدوريات الأوروبية نبدأ بالدور الإنجليزي وأستون فيلا متقدم على بيرلي 2-0 المباراة الثانية بتتلاقي في هذه اللحظات شيفلت يونيتد مستضيف منشستر سيتي والشوت الأول انتهى بالتعادل السلبي وكان هالند أضع ضربة جزاء في الشوت الأول 6.5 ليفربول عيحل ضيفاً سقيلاً على نيوكاسل يونيتد والبعض بيقول أن دي آخر مباراة لصلاح النهاردة مع ليفربول طيب نروح لمباراة الدوري الأسباني ساعة 6.5 فياريال بيستضيف برشلونا 8.5 فيالينسيا بيستضيف أساسونا الساعة 10 أكليتكي بلباو بيستضيف ريال بيتيس الدوري الإيطالي ساعة 7.5 فيرونتينا بيستضيف ليتشي أيضاً في نفس التوقيت 7.5 يوفينتوس بيستضيف بولونيا ساعة العاشرة إلى ربع لاتسيو بيستضيف جينوة ونابولي بيستضيف ساسولو الدوري الفرنسي منذ لحظات انتهت مباراة تارين والهوفر بالتعادل الإيجابي 2-2 في هذه الأثناء استرازبورج بيستضيف تولوز وكلير مون بيستضيف ميدز ومونبليي بيلعب الآن مع استاد ريمس واستاد ريمس متقدم على مونبليي 2-1 الساعة 6.5 لوريان بيستضيف نادي ليل والساعة العاشرة إلى ربع نيس بيستضيف ليون طيب الدوري الألماني والشوت الأول منذ قليل ماينز متقدم بهدف للا شيء على انتراخت فرانكفورت والساعة 6.5 بايرني ميونيخ بيستضيف إكسبورج دي مباراة اليوم والجولة المصيرة والممتعة في الملاعب الأوروبية بدءا من الدوري الإنجليزي مرورا بالأسباني والإيطالي والألماني والفرنس الخمس دوريات الكبرى في القرى الأوروبية نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل أهلا بحضراتكم من جديد خلاص على بركة الله نقدر نقول بكرة بقى الفريق هيسافر للنمسا هيستعد لمعمعة الموسم القادم والموسم خلاص يمكن خلاص داخل على الأبواب والبداية هتكون بداية قرية استعرضنا ده في الحلقات اللي فاتت قلنا السوبر الإفريكي خلاص يوم الجمعة 15-9 في استاد الملك فهدي في مدينة الطايف فالفريق الفترة اللي جاي هيكون كل تركيزه على مباراة السوبر الإفريقي ما فيش حاجة بتشغل بالي الجهاز الفني في اللحظات اللي بتكلم معاكم فيها دلوقتي إلا مباراة اتحاد العاصمة الجزائري والفرض ده على الجهاز الفني فكرة أن بكرة لازم قايمة الفريق يتم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي القايمة اللي بتشمل الـ 18 لاعب اللي هيختارهم مرس الكولر لخوض لقاء السوبر الإفريقي بالإضافة إلى 7 من أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي اللي هيكونوا موجودين على دكة البودلاء في هذه المباراة احنا عارفين طبعا لايخت كاس السوبر الفريق اللي ممثل في كل مباراة بيبقى 25 فرض 18 لاعب و7 أفراد جهاز فني وإداري والطبي وعلى فكرة ده حتى لها علاقة بالبروتوكول بتاع تسليم الميدليات والصورة التسكرية هو عدد محدد رغم أن القايمة الإفريقي فيها 40 المشاركة في دور الأبطال بيبقى القايمة المباراة فيها 20 لاعب الدكة فيها 9 لعيبة ولكن السوبر لي وضع استثنائي 18 لاعب فكولر قال الله فعونه الوقت دايق جدا والوقت دايق مش فكرة معاد المباراة الغاز بعد حوالي 18-19 يوم لا ده الوقت كمان دايق إن الجهاز الفني في اجتماعات مستمرة من انبارح أول ما ترقى الخطاب الرسمي في معاد إرسال أسماء اللاعبين والقايمة اللي هتشارك فيه مباراة اتحاد العاصمة يوم 15-9 بإذن الله في المملكة العربية السعودية كمان في نفس الوقت الجهاز الفني دلوقتي بيحاول يشوف مين اللي هيكون جهاز الفترة اللي جاية موقف عمر السلية موقف طاهر محمد طاهر ياسر إبراهيم موقفه بسيط يعني مش هياخد وقته طويل عشان يرجع الفترة اللي جاية عندنا ملفات كتيرة وعندنا موضوعات مهمة ولكن الأول عايز أتكلم على تدريب الفريق النهاردة التدريب اليوم التاني قبل الصفر بكرة بكرة مش هيكون فيه تدريبات الصفر الصباح في الصباح الباكر إلى النمسا كل التفاصيل أكيد عن روح دلوقتي لزمنا كريم أحمد اللي موجود حاليا في مقر النادي الآلي في الجزيرة عشان نعرف منه آخر المستجداد بعد ما كان معنا مبارح وتكلمنا في تفاصيل مهمة في المرحلة اللي جاية النهاردة أكيد كريم عنده مستجداد قبل صفر الفريق بكرة كريم مساء الفل إزايك مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحياليك والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الآلي عايزك تطمننا على حال الفريق طبعا إصابة السلية في العضلة الخلفية هل هتسمح بصفر عشان يبشر تأهيله هناك ولا الجهاز الفني هيفضل بقاءه في القاهرة قايمة مباراة السوبر اللي مبارح تكلمنا عليها الجهاز الفني هيتعامل معها إزاي آخر الأخبار عندك بالتأكيد وعايزين نتطمن منك على حالة الفريق قبل الصفر بكرة إلى النمسا يعني طبعا محمد هبدأ معك في البداية يمكن طبعا إحنا كنا متوجدين مع بعض مبارح تكلمنا على التدريب المساء اللي كان لفريق النادي الآلي وتم تحديد النهاردة للتدريب في تمام الساعة السادسة لكن يمكن أمس بعد انتهاء التدريب وفي ساعة متأخرة يمكن كان قرار مهم من مستر كولر أن يكون في تدريب صباح اليوم يمكن هو كان تدريب مغلق إعلاميا بنسبة للتصوير لكن الراجل كان بيعمل بعض الأمور الخاصة بالكوبرتست أمور كده طبعا كلها تقنية وكلها فيها علم وفيها طبعا أمور عديدة جد للجهاز الفني حضور اللعيبة نهاردة كان في تمام الساعة العشرة ساعة ساعة وخمسشار ديء انتهى التدريب وطبعا منتظرين بداية الفترة الثانية في تمام الساعة السادسة يمكن زي ما بقولك نهاردة يمكن أول الأيام لمستر كولر أو لفترة الإعداد يكون فيه فترتين فترة صباحية وفترة مسائية لكن بأكد على هذا الأمر أن تدريب الصباح كان مغلق إعلاميا بالنسبة لفريق النادي الأهلي يمكن أنت سألتها محمد طبعا على موعد القائمة الخاصة بالسوبر سألتها أمس طبعا على هذا الأمر مستر كولر بأكد لك وبقولك أن يمكن عاقب انتهاء التدريب هيكون فيه الرطوشة الأخيرة على القائمة لأنه ما فيهش وقت خلاص في معاه طبعا محدد بالنسبة لإرسال القائمة الرجل بيحاول بشكل كبير جدا من خلال استشارات للجهاز الفني الجهازية الطبية لكل العيبة من مين ممكن يكون متواجد فيها القائمة فأكيد كلنا منتظرين نهاردة إن شاء الله بإذن الله مساءً إعلان القائمة الخاصة بالسوبر السولية ويمكن كمان طاهر خالد عبد الفتاح كل العيبة طبعا اشتاكت من إصراط إمام عشور أيضا كمان ياسر إبراهيم كل العيبة دي محمد بأكد لك أن هي هيكون متواجدة مع معسكر فريق النادي الآلي في النمسا ويمكن قلنا أن فيه متسع من الوقت كبير جدا اللي هيبدأ يقاهل هناك هياخد بعض الأيام ويبدأ بعد كده يخش تدريجي فيه التدريبات اللي فضله حجاب بسيطة جدا هيبدأ يخش في التدريب بشكل كامل فالراجل هيستعين بكل اللعيبة ويمكن قلنا كمان معتز وزعلوك بالنسبة طبعا لأنشئين من الواضح أن هما يكونوا متواجدين أيضا كمان مع بعثة فريق النادي الآلي المتوجهة إلى النمسا الراجل طبعا بيحاول أن هو يشرك كل العيبة العدد مهم جدا لفريق النادي الآلي في هذه الإعداد المهم جدا مباراتين وديتين إن شاء الله بإذن الله يكون فيهم استفادات فنية بشكل كبير لكن بنأكد على نقطة كل المصابين محمد إن شاء الله بإذن الله يعني اللي فاضله فترة بسيطة هيقدي طبعا بعض التدريبات في النمسا ويشترك إن شاء الله في المبارات الودية سوى في المبارات الأولى والتانية لكن الحمد لله محمد الأمور مطمئنة جدا كل استعادات الخاصة بالصفر انتهت ممكن قلنا كابتن خالد بيبو أيضا كمان ممكن كان متواجد صباح اليوم في المطار أمور طبعا كلها تنسئية وإجراءات خاصة بالصفر لأن إن شاء الله بإذن الله عندنا أمل كبير جدا في نجاح هذا المعسكر اللي بإذن الله يكون ليه مردود كبير على لعيبة النادي الآلي موسم صعب مليء بالبطلات محتاجين إن إحنا نقاهل كالنادي الآلي آخر معسكر يعني أتذكر أنه كان معسكر في أسبانيا كان 2019 فالمعسكرات بيكون مهمة جدا في انطلاق الموسم تحرم النادي الآلي من المعسكرات في اللي دي قلوقت وترابط المباريات والأيضا كمان البطلات لكن إن شاء الله محمد تكون استفادة كبيرة جدا في المعسكر والنهاردة أيضا كمان بإذن الله تكون استفادة في التدريبات اللي واضح إن هي بدأ بكل قوة تدريبات بدنية لكن الأمور الحمد لله محمد مطمئنة جدا في البداية إن شاء الله إذن تأكيدا لكلامك كريم القيمة مباراة السوبر أمام اتحاد العاصمة النهاردة في اجتماع للتحضير للقايمة وإرسالها غدا على السيستم المتعلق بالاتحاد الإفريقي كمان القايمة الإفريقية احتمال دي بقى 32 أو 33 لاعب طيب بقرة السفر للنمسا هيكون بحوالي أكتر من 30 أو 32 لاعب يعني القايمة بالكامل هتكون موجودة في النمسا هل في تفاصيل ممكن كمان من رئيس البعثة تفاصيل متعلقة إن كولر هيسافر بالقايمة الإفريقية بالكامل اللي هيسجلة خلال الساعات اللي جاية انت عارف طبعا يا محمد يعني الراجل بيكون فيه قرارات بيكون مهمة جدا فبننتظر بعض من الوقت بنتظر بعض انتهاء التدريب بنحاول إن احنا نتخص طبعا الحلق في هذه المعلومات لكن بأكدلك يعني في خلال الساعة القادمة تحديدا يعني بس نخش نشوف الأجواء يكون لنا استفسار مع الكابتن خالد بيبو كل الأمور دي بيكون مهمة جدا لكن حتى هذه اللحظة يعني ما نقدرش نقول معلومة انت عارف بنبقى يعني حرسين جدا إن احنا نقول المعلومة الصحيحة والضقيقة سواء من خلالك من خلال برنامج تريند أو من خلال أيضا كمان قناة الأهلي فده أمر مهم جدا لكن في خلال إن شاء الله الدقائق القادمة يكون معانا معلومات مهمة جدا تفيد كل جمهور النادي الأهلي اللي منتظر أكيد كل معلومة من خلالنا ومن خلال شاشة قناة النادي الأهلي زي مننا كريم أحمد أنا بشكرك شكرا جزيل لو عندك إضافة أخيرة أو كلمة أخيرة تختم بها كلامك لا يعني نقدر نقول بكرة بمشيئة الله زي ما انت قلت محمد يعني صفر مباشرة إن شاء الله إلى النمسا يا رب إن شاء الله بإذن الله تكون معسكر ومفيد بمشيئة الله إن شاء الله وبالتأكيد زميلي فروس صلاحي يكون متواجد يوميا مع قناة النادي الأهلي في كل البرامج ينقل كل الأجواء الخاصة أمور بيكون مهمة جدا وكواليس بيكون مهمة جدا كل جمهور النادي الأهلي محمد بينتظرها إن شاء الله من خلالنا إن شاء الله شكرا لك كريم وكل التوفيق يا رب للأهلي في رحلة النمسا استعدادة للموسم الجديد كان كلام مهم جدا على التحضير لمبارات أو معسكر النمسا عشان مبارات اتحاد العاصمة كلها عنده ملفين في الساعات اللي جاء بيشتغل عليهم أول ملف قيمة مبارات اتحاد العاصمة كلها المستقر على 32 لعب قد يضيف اللاعب رقم 33 في حال حسم صفقة المهاجم الأجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة يا جماعة القيد الإفريقي عشان بس أأكد أنت القيمة الإفريقية آه هترسل ومش معنا أنها أرسلت ولسه في ملفات ما تحسمتش إن كده الموضوع تحسم لا لسه ليه لسه لازم برضه أفكر الناس القيد الإفريقي أخره 31 أغسطس وإحنا عرضنا قبل كده لايحة القيد وما تعرضتش في أي مكان ده كان حصر عندنا هنا في برنامج التريند على شاشة الأهلي القيد أخره 31 ثمانية اللي هيشاركه في مبارات دور التمهيد الثاني لدورة أبطال إفريقي ولكن من 1 تسعة يعني من الجمعة اللي جاية أو السبت اللي جاية أي صفقة جديدة عايز تتعاقد معها تقدر تقيدها أو تقيدها في القيمة الإفريقية ولكن الصفقة دي مش هتلعب معك مطش الدور التمهيد الثاني اللي هو غالبا مطش صنجرج الأسيوبي لكن هيكون معك من دور المجموعات من الجروب ستيج إن شاء الله في دورة أبطال إفريقيا هيكون معك في السوبر ليج ما فيش أي مشكلة خالص في الجزئيات دي لكن الجهاز الفني حريص أنه يحسم القيمة عشان مطش دور الـ 32 أمام صنجرج فبالتالي لازم تسجل القيمة بتاعتك قبل يوم 31 ثمانية ولسه القيد الإفريقي للمراحل القادمة مستمر للغاية نهاية شهر تسعة بإذن الله طيب ممناسبة بقى الحديث عن الكرة الإفريقية النهاردة صباح اليوم قدرت أحصل على معلومة مهمة جدا متعلقة بالسوبر ليج يعني اعذروني هقول دايما السوبر ليج اختصارا أنا عارف المسابقة اسمها مسابقة الدور الأفريقي الممتاز ولكن اختصارا للإسم الشائع في الشارع الرياضي المسابقة اسمها السوبر ليج اللي بالتأكيد الأهل إن شاء الله على مشارف المشاركة فيها يوم 20 عشر النهاردة الصباح قدرت أحصل على معلومة مهمة جدا متعلقة بإقامة القرعة يوم السبت اللي جاي خلاص أخيرا كلامي كتير على السوبرليج على مدار أكتر من حوالي سنة بنحاول نجيب أوراق نشوف مستندات نشوف إلي بيحصل نكلم مصادر نروح نكلم ناس في الشركة الإيطالية للتحاد الإفريقي جنسيات متعددة عشان نوصل لأضاق المعلومات تأكدت رسميا أن خلاص تم تحديد معاد السبت المقبل موعدا لإجراء قرعة السوبرليج تصنيف فرق السوبرليج ودي نقطة مهمة جدا عشان لما تتعمل القرعة تعرف إمتى هتلاعب مين تصنيف فرق السوبرليج الأهلي على رأس الفرق المصنفة زي ما أنتم شايفين على الشاشة وده الجزء المتعلق بالتصنيف وتقديم الفرق الثمانية اللي هتشارك فيه أفريكان فوتبالليج الدوري الأفريقي لقرة القدم الفرق الأربعة المصنفة الأهلي الوداد الترجي ماموليدي سانداونز أوكي؟ طيب الفرق المصنفة التصنيف الثاني اللي أنت بقى هتواجه حد منهم مازمبي بترو أتلتكو سيمبا التنزاني وإنيمبا النيجيل الأهلي هيواجه واحد من الأربعة دول يوم السبت اللي جاي هنعرف مين منافس الأهلي في الدور ربع النهائي لمسابقة السوبرليج إن شاء الله السبت الجاي هنعرف مين المنافس القرعة هتحدد بعد ما تتخطط دور الأول في حال مثلا يعني تعالي نعمل كده مثال نقول مثلا أهلي هيقع مثلا مع إنيمبا والترجي هيقع مثلا مع تيبي مازمبي الفائز من هنا وهنا هيلعبوا بعض في الدور النصف النهائي تمام؟ يعني القرعة هتحدد الدور الأول اللي هو الكوارتر فاينال الأهلي هيواجه مين من الأربعة لقصاده؟ مازمبي ولا بيترو أتليتكو ولا سيمبا ولا إنيمبا وبعد المكسب في الدور ده هيتحدد من خلال القرعة مثلا هتواجه الفائز ما بين الترجي وتيبي مازمبي أو تواجه الفائز ما بين سانداونز والبيترو أتليتكو أو تواجه الفائز ما بين الوداد مع سيمبا التنزاني فالقرعة هتبقى كفيلة بتحديد كل شيء من أول الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية وموعيد البطولة نعرفينها من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر الكلام اللي وصل لغاية دلوقتي أن القرعة هتكون أونلاين القرعة هتبقى أونلاين مش هيكون فيه مساحة أن يكون فيه حضور للوفود الممثلة للأندية في هذه القرعة ده الكلام اللي بيتقال لغاية دلوقتي لكن حتى الآن القرعة هتبقى أونلاين في مقر الكاف القاهرة يوم السبت اللي جاي إن شاء الله طيب ده ملف مهم جدا تكلمنا على الأهلي معسكر النمسا قايمة الإفريقية صفر الفريق آخر الأخبار قايمة مطش التحدي العاصمة واستعرضنا آخر خبر النهاردة متعلق بقرعة السوبرليج الأحداث الإفريقية على فكرة سريعة جدا موقف السوبرليج تحدد القرعة خلاص يوم 2-9 كاس العامل الأندية جبنا جدوى للمطشاط القرعة يوم 7-9 مطش التحدي العاصمة تحدد كل حاجة تحددت مش ناقص بقى إلا الملفات المحلية يدينا ويديكو طلط العمر على ما يتحدد لها معايد الفترة اللي جاي دلوقتي الحجة أصلي مش هنعرف نعمل الجدول لأن مطش الأهل وصن جورجي في دورة أبطال إفريقيا يتأجل فمش هنعرف نعمل لما يتحدد معايد المطش عارف كل ما يتحدد حاجة يقولك هنستنى شوية نفسي بس ربطة الأندية تجتمع وتفكر الأول في شكل الموسم الجديد والدورة هيبقى شكله إزاي استكمال مطشات كاس مصر الأول ده أولوية الفترة اللي جاي عشان دي بطولة بقى فيها ثلاث مطشات ومطش الأهل وصن جورجي يعني خدها مني معلومة برضو زي المعلومات اللي فاتت المطش هترحل عدة أيام يعني الأهل هي لعب مع اتحاد العسامة 15-9 مطشي وصن جورجي انت بتتكلم في الفترة من 22-23-9 لأن بعد جده فيه لقاء العودة في القاهرة يوم 30-9 فالموضوع مش هترحل فترة كبيرة يعني وفي شهر عشرة فيه سوبر ليك فما فيش توقيتات إفريقية غير كده طيب الملف الأخير اللي هتكلم فيه قبل ما أطلع لفصل وركزوا معي في الكلام اللي جاي ده لأن الكلام ده اتكلمتي فيه مبارح واستعرضت تصريحات الكابتن توفيه السيد عضو لجنة الحكام السابق ببين كوصين السابق على الخبير الأجنبي فيتور بيريرا والتصريحات الاستعرضتها مبارح وده كان انفراد قوي جدا ورائع جدا من الزملاء في القاهرة 24 عمل رد فعل قوي جدا جدا من أكبر المسؤولين في اتحاد الكورة وعلى مبارح جالي يعني رد فعل على التصريحات دي وعلى التعليقات اللي أنا قلتها على التصريحات والناس في اتحاد الكورة شايفة يعني بنسبة 100% كل كلمة اللي قلتها صح الناس أيدتني في اتحاد الكورة ومش حد يعني مسؤول صوير ولا عضو لا ده مسؤول كبير في اتحاد الكورة تكلمني مبارح وقال لي احنا قرينا التصريحات وشفنا تعليقاتك على التصريحات والكلام اللي انت تكلمت فيه سليم بنسبة مليون في المية النهاردة انا قلت خلاص بقى قلت هافل الملف ومش هتكلم فيه تاني كابت انت وفيق ماشي ومش هتكلم عن شغله لكن تصرحاته هي اللي بتكبرنا على تعليقاتنا على او نعلق على الكلام اللي بيقوله تصرحات اللي قالها قلت قالها وخلاص خلصت لانه قبلها برضو كان طلع في بعض القروات تحس كده زي ما يكون رد الجميل بيطلع مع بعض المزيعين اللي بيعملوا في بعض الاندية ما تفهمش رد جميل ولا ايه الفكرة ولا مجاملة ولا يعني تحسين صورة الكابتن توفيق انا والله ما عرف ايه الهدف او الفكرة في كده ولكن الراجل لسه مستمر في تصرحاته وهجومه على فيتور بيريرا الخبير الاجنبي النهاردة قال ايه سريعا كده انا هستعرض تلات حاجات لان انا عندي ليه مفجأة كفيلة تخليه ما يتكلمش تاني مفجأة كفيلة تخليه ما يتكلمش تاني واي حد في منظومة التحكيم سواء حالي او سابق هيتطلع يتكلم على تجربة الخبير الاجنبي عندي عليه ردود قصية جدا وردود موضوعية انتوا عارفين دايما الهدف بتاعنا والاستراتيجيات شغلنا في الترند بنتكلم بموضوعية وبنستعرض مستندات وبنتكلم بوجهات نظر الايام بتثبت ان دايما كلامنا بيبقى سليم توفيه السيد طرع قال اي تاني على بريرا قال لا يعلم اسماء الحكام او شكل الحكام وكان يجب اقلته عقب وصفه ان التحكيم صلط طب ما قلتش دا ليه وانت شغال نفس الكلام اللي قلتهم بارح ما قلتش دا ليه وانت شغال قال بريرا بيهتم باللقطة والشو فقط ولا يصلح لادارة التحكيم المصري دا راجل عنده سبعين سنة دا كلام توفيه السيد اللي كان موجود مع بريرا اللي هو توفيه السيد كان بيقول ان بريرا اساسا ما كانش ليه دور كان بس بيتابع عشان يشتغل من المسم الجديد يعني راجل اصلا ما كانش رائب منك ولا كان جنبك انت اللي قدت بتشتغل وانت اللي قدت بتقود ولا كان فيه مشاكل يبقى انت المسؤول عنها مش الراجل اللي جاية دي بقى خطيرة ليه خطيرة لان انا ملاحظ بقى اليومين كده فيه بصراحة وكل امانة فيه حملات تلميع للكابتن عصام عبد الفتاح ما عرفش ايه الهدف منها والكابتن عصام كل ما ييجي يحاضر في معسكرات الفيفا للحكام المصريم في القائمة الدولية يلاقي حملات تلميع اخبارت اتبعت كابتن عصام النهاردة اجتمع بالحكام وجه الحكام يطلع في برامج تلفزيونية يتكلم على لجنة الحكام وتاريخ التحكيم وازمات التحكيم والتحكيم رحف مش عارف فين والتحكيم ضاع وصمعة التحكيم المصري كلام اللي بتقال كل سنة وهو اساسا المسؤول الاول والاخير عن اللي احنا وصلنا له النهاردة وستعرض كلام والله العظيم الكابتن توفيه السيد مجرد ما يسمعه ويشوفه مش هطلع يتكلم تاني النهاردة كابتن توفيه السيد قال لي ايه كمان بريرا المسلم المقبل هيتسبب في كوارث للقرى المصرية لان الدور المصري صعب ويحتاج لعمل كبير في المنظومة التحكمية تأكيدا للكلام اللي قلتم بارح انا مش بدافع عن بريرا شغله هو لا يدافع عنه ولكن انا بتكلم على مواقف الناس اللي بتبقى قاعدة على كرسي المسئولية شوفوا رأيها ايه بعد ما بتخرج وهي قاعدة على كرسي المسئولية ما بتقولش الكلام ده وهو اللي كان مسئول ما كانش بريرا لكن اللي جاي ده لقى غريب قوي قال لك توفيق السيد ايه بقى حرام المقابل المالي الذي يحصل عليه بريرا وهو ليس من الاساس محاضر معتمد من فيفا عكس عصام عبدالفتاح ايما نعرفيني فيه 18 محاضر دولي منهم اتنين مصريين تامر دوري وعصام عبدالفتاح يعني تامر دوري على فكرة في نفس المسافة والمساحة بتاعت قيمة عصام عبدالفتاح بس دايما تحس ان فيه حملات تلميع مش فاهم الهدف منها ايه الفترة الحالية وقال لك يا ماري كابتن توفيبة واختن بيها كلامي قال عصام عبدالفتاح فتروته كانت افضل وهو محاضر بالفعل في الفيفا عكس فيتر بيريرا ولكن اختلف معه ان التحكيم المصري الفترة الحالية مثل فترة كلاتنبرج يعني هو بيقول ان عصام عبدالفتاح افضل من تولى ملف التحكيم وكان فترته افضل في الفترة اللي فاتت وقال ان عصام عبدالفتاح اكيد وجوده كرئيس لجنة حكام افضل من وجود خبير اجنبي دي تصرحات النهاردة للكابتن توفيق السيد في احدى الازعات في احدى الازعات دي تصرحات جديدة بس تصرحات النهاردة كابتن توفيق بيمجد في عصام عبدالفتاح طب تعالوا نشوف تعالوا نشوف كابتن توفيق السيد لما كان بيعلق على الاداء الفني والشغل للكابتن عصام عبدالفتاح وهل الكابتن عصام افضل من الخبير الاجنبي ولا لا تعالوا نسمع ونتابع لانه عنده تعليقات مهمة جدا بعد الفيديو ده موضوع التحكيم لانك انت النهاردة المباريات لا يخفى عن حد لا يخفى عن حد ان سوق ادارة لجنة الحكام الحالية بقاطة الكابتن عصام عبدالفتاح ولجنة وقال محترمة سوق ادارة على مدار عشر شهور سوق ادارة بمعنى سوق ادارة النهاردة انت بتتكلم في انت بتتكلم في في تعينات ما تعرفش التعينات رايحة فين جاي من الحاكم بيلعب مبارع ويلعب بعد بكرة وفي حكام تاني قاعدة تتفرج وفيه 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 الكلام ده كله بيعمل حالة احتكامة بين الحكام نفسه واخد من محمد كلمة جميلة جدا الحكام فقدوا او فقدوا السقة بعض الحكام الكبار فقدوا السقة في نفسه لان الادارة بتاعتهم ما بتحميهمش دي نقطة مهمة جدا مين اللي خلت تحاد الكورة كريم يجيب او يفكر ان يستقدم خبير اجنبي عشان يطور التحقيق هي هو كابتن عسام عبدالفتاح مين اللي خلت تحاد الكورة يجيب خبير اجنبي هو الكابتن عسام عبدالفتاح مين اللي معاييري التعينات عنده غلط والشغل الفني عنده فيه مشكل كتير غلط هو الكابتن عسام عبدالفتاح ده رايي الكابتن توفيز سيد في الكابتن عسام عبدالفتاح لكن دلوقتي رايي كابتن توفيز سيد في عسام عبدالفتاح ده محاضر دول كبير ازاي بعندنا عصام عبد الفتاح وجيب خبير اجنبي على لسانك انت قلت ان عصام عبد الفتاح هو اللي جاب لنا الخبير الاجنبي هو السبب في وجود خبير اجنبي يا جماعة يعني انا مش قادر استوعب انتو عايزين ايه من منظومة التحكيم عايزين ترجعوا الاحتواء تاني يعني بس عايز افهم عايزين ترجعوا الاحتواء تاني عايزين ترجعوا انجح فشل كلا ييجي حد تاني اجنبي تاني بس انتو اللي بتفشلوا الناس على فكرة ده اكبر دليل انتو اللي بتفشلوا الناس ده اكبر دليل ان انتو مش بتساعدوا الخبراء الاجنبي ليجي يشتغلوا في التحكيم المصري والدليل على كده كلامكو انتو مش كلامي انا يعني يا جماعة معلش ممكن نعيد تاني كلام الكابتن توفيه السيد تعليقا على رأيه في الكابتن عصام عبد الفتاح لما كان رئيس للجنة معلش نسمعه تاني لان الكلام ده خطير جدا لان بصراحة مش هنسمح تاني لان احنا نرجع سرتين تلتة وارتين جاهزين يا الله بينا مظلوط التحكيم لانك انت النهاردة المباريات لا يخفى عن حد لا يخفى عن حد ان سوق ادارة لجنة الحكام الحالية بقاطة الكابتن عصام عبد الفتاح ولجنته المحترمة سوق ادارة على مدار عشر شهور سوق ادارة بمعنى سوق ادارة نهاردة انت بتتكلم في انت بتتكلم في في تعينات ما تعرفش التعينات رايحة فين جايا مين الحاكم بيلعب مبارع ويلعب بعد بكرة وفي حكام تاني قاعدة تتفرج وفيه 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 الكلام ده كل جاية من حال تحتكمة بين الحكام نفسه واخد من محمد كلمة جميلة جدا الحكام فقدوا او فقدوا السقة بعض الحكام الكبار فقدوا السقة في نفسه لان الادارة بتاعتهم ما بتحميهمش دي نقطة مهمة جدا مين اللي خلى اتحاد الكورة كريم يجيب او يفكر ان يستقدم خبير اجنب هي هو كابتن عصام عبد الفتاح الحكم للمشاهد الحكم لكل الناس اللي بتتبعنا من خلال برنامج التريند على الشرق قناة الاهل انتوا شايفين بنفسكو انتوا شايفين بنفسكو اهرك انت عليها ايه ورأيها ايه في كابتن عصام عبد الفتاح ليه الكلام بيتغير ليه وجهات النظر بتتغير انت قيمت شغله وقلت انه فشل وهو السبب في الخبيل الاجنبي دلوقتي الكابتن عصام افضل من يتولى رئاسة اللجنة والكابتن عصام ازاي يكون عندنا خبيل اجنبي وعندنا محاضر دول كبير زي الكابتن عصام كفاية كفاية لغاية كده وحاملات التلمية اللي بتحصل من خلال بعض الجروبات بتتبعت للصحفيين عشان الكابتن عصام يرجع من تاني مش هنسمح بيها لمن الزمن مش هيرجع او اللي جاي مش هنسمح انها يرجع بالزمن تاني لورا قيمة دولية للحكام اخر حاجة بلما اطلع الفاصل خلاص معسكر الحكام اللي النغبة لقيمة دولية هيختتم باذن الله بعد غد الثلاثاء اخر خبر اخر خبر في المعسكر اتعامل الكشف الطبي اتعامل اختبار اللياقة البدنية فيه اربع حكام لم يوفقوا في اختبار اللياقة البدنية يعني ما كانش لهم الحظ لهم ما ينجحوا في اختبار اللياقة البدنية ولكن الخبر الغريب بالنسبة لي في القيمة الدولية وقلته قبل كده ان بريرا ما كانش عايز محمود عشور ومحمد عادل في القيمة الدولية ولكن اللي اتنين حالين موجودين في القيمة الدولية محمد عادل موجود لكن بريرا ما كانش حاطت اسم محمود عشور في المعسكر مين اللي رجع محمود عشور للمعسكر الاساس جمال علام يعني اول عمل لرئيس لجنة الحكام عمل معسكر القيمة الدولية كان شايل منه محمود عشور مين اللي رجع محمود عشور جمال علام رئيس الاتحاد دي بس ايه للتسكرة عشان نقول للناس المعلومات اللي عندنا عشان الفترة اللي جاية لما نشوف القائمة الدولية مين اللي اتشال ومين اللي اتحط نبقى عارفين مين اللي اتدخل ومين اللي عايز مين يكمل الفترة اللي جاية نخرج لفاصل وبعد الفاصل نوصل وقت الحلقة ما حضراتكم بيجري بسرعة لكن على طول نبدأ اخر اخبار الترند بيه ترند الاهلي والبدافة ترند الاهلي من حساب كورا بلس بيقولوا مصدر لكورا بلس مصدر في الاهلي الاهلي يجدد عقد مرسل كولر حتى عشرين ستة وعشرين الاهلي جدد العقد مع كولر لمدة موسمين بالاضافة للموسم المتبقي في عقده اللي يبقى في النادي حتى عشرين ستة وعشرين في التوقيت المعين النادي الاهلي او في توقيت معين النادي الاهلي هيعلم بشكل رسمي كل التفاصيل ولكن كولر عنده مصنوعه مكمل مع الاهلي للسنوات اللي جاية حساب يلا كورا يلا كورا يكشف ملامح قيمة الاهلي لمعسكر النمسا استعدادة للموسم الجيد تقدر تقول إن دي القايمة الإفريقية اللي الكلر هيشتغل عليها الفترة اللي جاية ما يقرب من حوالي 27-28 لعب في قايمة الفريل أول بالإضافة إلى 4-5 لعبين من لعبي اللي تحت السن ودولها هيسافة بين كلر إلى النمسا في حراسة المرمى الشناوي مصطفى شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف خط الدفاع كريم الدبيس معتز محمد علي معلول محمد عبد المنع مياسر إبراهيم محمود متولي رمي ربيعة محمد هاني أكرم توفيه كريم فؤاد خالد عبد الفتاح خط الوسط إمام عشور مروان عطية ديانج السلية أفشا كوكا فخري ندفد رافت خليل كريستو عبدالقادر حسين الشحات وفي الهجوم بيرستاو طاهر كهربا صلاح محسن محمد زعلوك ورضا سليم أكيد يبقى فيه مستجدات خلال الفترة اللي جاية فيه مسألة خروج لاعب وقيد لاعب في الفترة اللي جاية تحديدا فيه ملف اللاعبين الأجنة حساب في الجول بيقولوا إن إصابة عمر السلية بتمزق في العدلة الخلفية هتخليه يغيب حوالي أربع أسابيع اللاعب فترة غيابه هتصل لأربع أسابيع والأقرب حتى الآن سفروا إلى النمسا لاستكمال التأهيل خلال فترة المعسكر وده زمننا كريم أحمد بن شوية لنا وأكد لنا نفس التفاصيل إن كل اللاعبات اللي عندها إصابات أو بتعمل برنامج تأهيلي هتكون موجودة مع كولر فيه معسكر النمسا حتى كريم فؤاد اللي راجع من إصابة الرباط الصليبي هيعمل تست واختبار فيه المعسكر كويس هينزل ويشارك لسه شوية هيكمل تأهيل هناك فيه معسكر الفريق في النمسا حساب يلا كورة مصدر يلا كورة تضاقل فرص لحاق السولية بالسوبر الإفريقي ده برضو هيتوقف على مدى يعني استقبال السولية لسرعة التأهيل خلال الفترة اللي جاية البرنامج التأهيل اللي هيتم وضع عليه الفترة اللي جاية مدى استجابته للعلاج هتبقى كويسة ممكن يلحى المطش لسه المطش باقي عليه حوالي عشرين يوم ولكن إصابته لقدر الله وتاخد شهر هيبقى صعب السولية يلعب السوبر الإفريقي والنهاردة على فكرة أو بكرة على حد أقصى كورة رايحة يحدد الجزئية دي يعني كورة رايحة مش هيستنى لقبل ما عدمتش السوبر لأن القايمة لازم بكرة بالليل قبل ساعة 12 تتبعت للإتحاد الإفريقي قايمة التمنتشر لعب اللي هيشاركه في المباراة حساب اليوم السابع الأهل يفحص طاهر محمد طاهر ويحدد موعد مشاركة ياسر إبراهيم في التدريبات الكلام على أن طاهر إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية يعني مش هيغيه فترة طويلة المفروض هيعمل قياسات بدنية والألام اللي شعر بيها في أنقل القدم مش مؤلقة بالنسبة لطاهر محمد طاهر بالنسبة لياسر إبراهيم نفس الكلام هو غاب عن التدريبات عشان عمل عملية جراحية خفيفة كده كان عنده خراج يعني ثلاثة يام تأهيل ويكون جاهز لمشاركة في التدريبات الجمعية فموقف طاهر وياسر ما فهوش أي مشكلة كورا بلس بيقوله تحديد موقف محمود متولي من معسكر الأهلي في النمسا متولي بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي وبات جاهزة للمشاركة بشكل طبيعي بعد تعافيه من إصابة الكاحل اللي تعرض لها في الموسم الماضي طيب حساب القاهرة 24 بيتكلم على أحمد قندوسي وقالوا أنه غاب عن مراني الأهلي لإتمام انضمامه لسراميكا كيليو باترا أعتقد خلال الساعات اللي جاية إذا ما كانش النهاردة يبقى بكرة بالكتير هيكون فيه مستجداد في هذا الملف النادي الأهلي أكيد هيعلنها بشكل رسمه نتمنى التوفيق للقندوسي خلال الفترة اللي جاية كورا بلس وقالوا مسلسل موليكا والأهلي عرض مستمر تقارير قالت أن الأهلي عرض 5 مليون يورو لحسم صفقة المهاجم القنغولي الأهلي وضع 5 مليون من أجل التعاقد مع جاكسون موليكا من نادي بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الحالية أنا بيبقى دايما معاه في الأخبار فيه أرقام وحاجات كتير بس أنا ما بحبش أدخل في التفاصيل ومسلسل الحديث عن هذا الملف ضرروا أكتر من إفاته والكلام كتير والمرة دي الكلام جاي من خلال صحف تركي لأكاونت وحساب على تويتر دايما بيكتب أخبار على موضوع جاكسون موليكا وكل الناس في مصر تاخد منه فعنشوف إلا هيحصل فترة جاية بس الكلام ده أنا بقرأه وبشوفه يعني بقالي أكتر من حوالي سنة سنتين من خلال نفس الصحف التركي بيردد نفس الكلام اليوم السابع كولر يطالب معاونيه بامتابعة منافس الآلي قبل ضربة البداية بدوري الأبطال كولر على فكرة في الجهاز الفني معايا عامل دور لمساعد أو اتنين في مسألة الإسكاوندينج ومتابعة الفرق المنافسة سواء المحلية أو الإفريقية ولكن الفترة اللي جاية الجهاز الفني هيعكف على حاجة واحدة بس متابعة فريق اتحاد العاصمة آخر الشرايط لفريق اتحاد العاصمة دوري الجزيرة أعتقد على الأبواب ما عرفش بدأ ولا لسه ولكن اتحاد العاصمة من الفرق اللي عندها مباراة في فترة قريبة فتقدر تحدد طريقة لعبها أفضل لاعبيها الجهاز الفني بقيادة الجزائر عبدالحق بن شيخة بيفكر ازاي وعبدالحق بن شيخة من المدربين المخضربين في القرى الإفريقية وفي القرى الجزائرية ودرب عديد الأندية المغربية ولعب قدام الأهل قبل كده لما كان بيقول الدفاع الحسن الجديدي والأهل فاز عليه وتخطى مرحلة الدور التأهيلي في كأس الكونفدرالية فمدرب مخضرم عمل إنجاز مع التحاد العاصمة وفاز بكأس الكونفدرالية والأهل بالتأكيد هيتابع بشكل جيد استعدادات التحاد العاصمة حساب كورا بلس الأهل يطالب عمار حمدي باحترام الاتفاق مع سيراميكا كيوباترا واستكمال فترة أعارض مصدر في كورا بلس أو مصدر بالأهل لكورا بلس قال اللي احنا طالبنا عمار حمدي باحترام الاتفاق مع فريق سيراميكا ويكمل الأعارض كل قصة عمار تتلخص في حاجة صغيرة هو حصل مشكلة بينه من أحد اللاعبين في تدريب سيراميكا وفي نفس الوقت كابتن شوئي غريب وعنده عرض قوي جدا للانضمام للمأولين العرب وكابتن شوئي عايز عمار حمدي فعمار عايز يغير بعدما تعاقد والأهل أتم التعاقد مع سيراميكا عايز يغير ويرجع للمأولين أو يروح يلعب في المأولين الأهل خلص الأمر مع سيراميكا وانت دلوقتي مضيت وخدت الـ 25% وأصبحت حلال لعب في سيراميكا كريباترا ما ينفعش يفعار في الاحتراف حتى لو في مشكلة بتدريبات نغير الاتفاق ونفسخ التعاقد وننتقل لنادي تاني فأتمنى أن يكون فيه تركيز من عمار الفترة اللي جاية ويسمع نصيحة المسؤولين في النادي الأهل احترام الاتفاق تنسجم مع فرية سيراميكا حاول تظهر وتقد بشكل كويس عشان ما تضيعش السنة دي عليك وترجع للأهل بعد فترة الأعرض طيب تريند المحلي وملعب القهيرة 24 مصدر بمنتخب مصر يعلق على طلب الأهل إعفاء لعبيه من معسكر شهر 9 المصدر قال إيه الجهاز الفني بقيالة روي فيتوريا هيعقد اجتماع النهاردة في اتحاد الكورة والاجتماع ده يشهد وضع الترتيبات النهائية الخاصة بمعسكر المنتخب والاجتماع يشهد منقش الطلب الأهلي يعني يعني يتم اتخاذ قرار بشأن هذا الطلب في ضوء رؤية فيتوريا المدرب منتخب مصر وتأديره للموقف الفني للمنتخب في مبارتي إثيوبيا وتونس المصدر قال كمان إن القرار فيتوريا بشأن طلب الأهلي سيتم التشاور بشأنه مع حازم إمام المشرف على المنتخب وفيتوريا هيعلن قيمة المنتخب في أجندة شهر 9 يوم الثلاث اللي جاي فالموقف هيكون اتضح بشكل رسمي خلال الساعات اللي جاي طرق حساب اليوم السابع بيقول محمد صلاح يصل القاهرة ثلاثة تسعة للإنمام لمعسكر الفرعنة الأجندة هتكون في الفترة من سرعة لـ 12-9 عندنا مطشين إثيوبيا يوم 8 في الدفاع الجوي وتونس يوم 12-9 صلاحة ينضم للمنتخب مصر يوم 3 قبل بداية المعسكر بـ 24 ساعة كنا نعرفين فيتوريا كان أحدد حوالي 8-9 لعيبة عشان ينضم للمعسكر ولكن تريس جيء بسبب الإصابة مش هيقدر ينضم للمعسكر اللي جاي ملعب القاهرة 24 بيقولوا أن مصدر في اتحاد الكورة قال صرف المستحقات المتأخرة للحكام قبل 15-9 نتمنى الفترة اللي جاية ده يحصل طيب آخر حاجة في الترند المحلي ملعب القاهرة 24 عامل حسين بيقترح زيادة عدد الإنذارات قبل إيقاف اللاقف في الموسم الجديد يعني كنت بتاخد ثلاثة إنذارات تتوقف ماتش دلوقتي وعايزي خليها أربع إنذارات تتوقف ماتش ده التطوير اللي هيحصل في الدوري الفترة اللي جاية طيب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة يعني بمناسبة تحديد مع عدد السوبر أقوى مباراة سوبر لعبها الآل في السنوات اللي فاتت هيبا بتقول الرجاء المغربي اللي كانت في قطر على فكرة واللي انتهت بفوز الآل في ضربات الترجيح بعد هدف تعادل طاهر في الدقاية الأخيرة ماتش الرجاء في الدوح عمر صلاح بيقول السوبر الإفريقي من الآل والصفاقسي اللي خلص الماتش في مصلحة الآل 3-2 تحياتي ليك يا أستاذ محمد طبعا الماتش ده كان سعيدة علي معلول بيلعب في الصفاقسي وكان فخر الدين بن يوسف وكانت مباراة كبيرة جدا في أستاذ القرى الآل يفاز فيها 3-2 اللي أحرز الهاتريك كان سعيدة عمر جمال سامح علي بيقول مباراة الرجاء هي الأصعب وأحدثها ممسيرة وحضر فيها الأهل بشخصيته القوية والبلس 90 وأكدت حقيقة قالها تحتفل أمام الأهل قبل صفرة الحكم مباراة الدروس والعبر أهلاوي أنا والفخر ريه الفخر ليه؟ يمكنه مطش الرجاء المغربي طيب يعني دي كانت أبرز التعليقات اللي موجودة بخصوص السؤال اللي ترحنا في بداية الحلقة أقوى مباراة سوبر إفريقي لعبها الأهل في السنوات اللي فاتت السوبر اللي جاي مع التحاد العاصمة الجزائري وآخر سوبر إفريقي لأهل خسره كان أمام فريق جزائري أيضا كان أمام وفاق ستيف وتحديدا في عام 2015-2016 وكانت المباراة تتلاقي في مدينة ستيفة الجزائرية وللأسف وفاق ستيف ساعتها يعني وفقها بالفوز على الأهل في السوبر الإفريقي دي كان آخر سوبر إفريقي لأهل خسره في السنوات اللي فاتت لكن بعدها الأهل كسب نهضة بركان كسب الرجاء الأهل دايما كعب وعاله دايما على الأندية المغربية في الفترات الأخيرة ولكن المباراة اللي جاية مباراة ما لهاش علاقة بالأرقام ولا التاريخ ولا الحسابات مباراة صعبة مباراة قوية هتتلاعب في أرض محايدة مش في ملعب الأهل الفائز بدور الأبطال فنتمنى التوفيل الأهل يوم 15 تسعة والبداية بالسفر غدا إن شاء الله في معسكر النمسا في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء